بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على مولاي قمر العشيرة بالفضل العباس ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجك الشريف وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك أهلا وسهلا بكم أحبتي وأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألفي ألفي ألفي خير بهذه المناسبات المباركة وشعبان المبارك أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين الحسين الفضائية الثانية وبرنامج شعبانيات أهلا وسهلا بكم مجددا وكل عام وأنتم بألف خير وإن شاء الله رفع الله هذه الغمة عن هذه الأمة وعن جميع البلاد الإسلامية وعن كل الإنسانية إن شاء الله ببركة محمد وآل محمد وشعبان شهر الكرم والكرم بي شعبان وشعب الأرض مبتشر وي السمة شعبان وشعبان وكذور آل النبي بقلب المحب شعبان ميلاد صبط النبي أوراع العلم عيد وزين العباد الفرح كل طاهرب ابعيد ومولود شبه النبي المثلة يجي ابعيد ومولود المهد المنتظر بخ مصطع الشعبان بخ مصطع الشعبان أحبتي ونحن في هذه الأيام المباركة وأرجو قبل إن شاء الله كل حوار وقبل أن نلتقي بضيفنا هذه الليلة أحد خدمة الحسين من الرواديد المميزين في كربلاء المقدسة أود أن أنقلكم إلى أجواء بين الحرمين الشريفين مسعى زينب بين الحسين وأخيها أبل فضل العباس وتلك الأجواء الممطرة وإن شاء الله مطر خير على العراق وعلى جميع الشيعة أمير المؤمنين بحق محمد وعلى محمد أنا وأنتم ونقل للمخرج إن شاء الله يأخذنا بهذه الأجواء حتى نرتاح برؤية أهل البيت سلام الله عليها قباب تلك القباب والمنائر الحسينية والعباسية أنا وأنتم ومع تلك الأجواء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اهلا وسهلا بكم مجددا بيتمي ساعنا قبل ما اجي الى القناة اكو بيت كتبته اهدي الى متابعين هذا اليوم وإلا كل من يتابع برنامجنا برنامج شعبانيات وعسر هذا مثل ما يقول قبل ما ارحب في ضيفي هذه الليلة كل عام وانتم بخير ياللي تشوفونه ومبروك شعبان الفرح بالخير تلقونه شهر النبي اشتحم طالبي بفتح عيونه أولهم حسين الحبيب الدنيا مزيونه والثاني عباس الحزام وكاف الضعونه ومن بعده زين العابدين وبي يبشرونه و 11 شعبان ولد ما يحصل و 11 شعبان ولد ما حصل يدرون شبه النبي المصطفى بشكله وبمضمونه وبنصف من عنده ولد يلي تنظرون غايبنا بيلذنا بوكت غايبنا بيلذنا بوكت والكل ينادون انقذ يا مهدي شيعتك من مرض كورونا انقذ يا مهدي شيعتك من مرض كورونا و ان شاء الله احلى خبر خلصتي بشرونة والاحلى من ينظر ابو صالح يعيدونه والاحلى من ينظر ابو صالح يعيدونه ان شاء الله انا و انتم نراحق بضيفي هذه الليلة خادم اهل البيت الرادود المبدع الحسيني الاستاذ ملة سمير الوائلي الكربلائي اهلا وسهلا بك وجع فوار كل عام تبع الفخير اسعد الله ايامك يا حبيبي موفق اسعد الله ايامنا وايامكم بميلاز سيدي ومولاي ابي عبدالله الحسين موفقين ان شاء الله يا حبيبي الله يديمك وحفظك اهلا وسهلا بك ملة وقبل ما نبدي بأي حوار احنا بعد هاي ايام فرحة والناس جالسة اغلبها في منازلها ان شاء الله فنحب نسمع من عندك فتشي ونهديئ لهم ان شاء الله ان شاء الله سيدي ومولاي ابي عبدالله الحسين حصيد الشاعر على عبدالحسين الكربلائي الله يحبك مبارك مبارك محبوبنا مبارك ميلادك وعيادك فرحة فاطمة تنزل لك تسجد لك اللحظة السمة ميلادك وعيادك فرحة فاطمة تنزل لك تسجد لك اللحظة السمة بك نولد معنا الفرح حبيبي حبك دوى وفوق الجرح طبيبي انوارك انوارك ما تقفل انوارك مبارك مبارك محبوبنا مبارك بفراحة وبجناحة هزمهدك وحي جبريلك يقرالك يا ابن الابطحي الله الله بفراحة وبجناحة هزمهدك وحي جبريلك يقرالك يا ابن الابطحي قلبي ليديك عاشق نبض حروفك كعب ويظن نبض القلب يطوفك اسرارك اسرارك ما نفهم اسرارك مبارك مبارك محبوبنا مبارك أحسنت وطيب الله مفاسك أحسنت الشاعر حبيبي وجه أحفر ملة قلبي ملة حبيبي شون في هاليام تم قاضيها شيعتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا وانت متعلم 24 ساعة في صحن الحسين وفي المواليد وفي المحافل وفي المناسبات بالذات هيتش أيام احنا أيو الله ماكو فرغي منك من الصبح لله شون مقضين هاي الأيام وهي الواجب اللي تشوف على نفسك أمام المجتمع والله ملّه هو تدرى نحنا بالنسبة لدوامنا قد نداوم حتى دوامنا يعني 50% بالعاتب الحسين يعني بين يوم ويوم فينقضيها يعني اليوم نداوم وحنا بصحة سيد ومعابي عبدالحسين صلاتنا وزيارتنا وأيام الولادات يعني الباحة احنا صورنا يمكن فد أربع خمس رواديد يعني كل يعني مستهل وبيت وراح يتنبث يعني على الانستجرام على الفيسبوك على اليوتيوب بصدا تهنئة حتى ناحية هاي المناسبة لأنه احنا شيعاتهم محسوبين عليهم فيعني مستحيل بظل أي ظرف أنه نتخلى عنهم وهي ولادة سيد ومعابي عبدالحسين يعني خاف واحد يجي يقول مثلا انتم يا احنا بيا حال احنا يتشعدنا احنا مهما يكون عندنا من مشكلة لا سامح الله أو مرض يمربينا أو يمربينا مثلا في الحال والتابر مشكلة هي هاي الساد اي انهنا قد يحاربوك يقول لك احنا بيا حال لكن مهما يكون احنا اللي انتصرنا مثلا على كثير من العقبات التي مرت على شعاة امير المؤمنين باحياء ذكر اهل البيت رحم الله من احياء امرنا هذا احيانا امرهم الله يحيي قلوبنا فمهما يكون ما نترك ذكرهم لأنه ذكرهم احياء لقلوب المؤمنين وربما احد يسمعنا ويشوف المولد ويشوف يعني مثلا النظرات بين الحسين والعباس من خلال الكاميرا تدمع عينه وذا دمعت العين يطلب دعاء والله يستجاب ان شاء الله ان شاء الله بحق الزهراء يقبل من الجميع ونسمع منك بعد ملة قصيدة ان شاء الله مبارك الله بك طمعين بك احنا اليوم وقتنا نص ساعة الله يسلم بعد عدنا فقرات وراها ان شاء الله واتصال نقرأ للحسين العباس شنو والله كيفك للعباس تدموال الشاعر حيدر الزبويدي يلا واهداء جميع شيعة امير المؤمنين خدام الحسين نسأل من الله بشرف الحسين وبشرف هذه الليلة ان يكشف هذه الهمة عن هذه الهمة اللي يشوف مثل ما قال استادي ملتامر ابو علي مثل ما قال انه اللي يشوف حرم أبو الفضل وحرم الحسين احنا هنا بدورنا ندعي لكم ان شاء الله يقسلكم الزيارة يقسم لكم الزيارة بالقريب العاجل بشرف صاحب الزمان ان شاء الله احنا طبعا دعوة مثل ما سويتوا انتم دعوة لجميع اخوان الرواديد وكذلك الشعراء ان ينزل في مقطع فيديو على الفيسبوك او الانستقرام او التواصل الاجتماعي شوني عجبة بس ينزل في التهنة او وياها في القصيدة او بيفن القصيدة هاي دعوة مني انا من ملة سيمير الوائلي وملة ثامر العرضي وعن طريق هذه القناة المباركة قناة الامام الحسين الفضايا الثانية حتى يكون التواصل بيننا وبين الناس وبين شاءة امير ومنين من خلال هذا التواصل انه يفرحون ويانا ويشاركون ان شاء الله فضل ملاحبي مثيل فطرس اجيك بدمعة سنيني يا حسين دخيلك يا حسين الغالي نجيني الله 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 السفينة للنجاة انت يا ابو السجاة بيها من مماتي القدر احييني اسمك اسم العظم بيحسر الكون الله لسمك يا ابو اليمة ناذر سنيني انا من عالم الذر بايعت يمناك من شاغدت نورك ظلي ناغيني فتوة حبك من العريش نزلت هاي وآية ذو القربة بيك توصيني الله الله جيتك ضامي يا كوثري الجنة الفاق من كوثر ولائك صح ترويني الله امش عليك امك فاطمة الزغراء بدفتر خدمتك يا حسين خليني انا عبدك وجيتك لا اذا ترجى الله بكساء محبتك بالرحمة غطيني واسمي 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 يمسح وينكتب مني جديد عتيق حسين الله من هالساعة سميدي من مهد الممات يا حسين أصراخ من مهد الممات يا حسين يا حسين أصراخ لأني من خليق بالدنيا لحسين الله 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 فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأرواعي بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي فيبنى البطيني بلا بطنتي ويبنى الفتل حاسر الأنزعي ويبنى البتولي وحسبي بها الله أمانا على كل ما أدعي فلم أرى مبدعا كالحسين يخط الحياة بلا إصبعي ولم أرى عاشقا كأب الفاض كأب الفاض كأب الفضل يجيد العناق يجيد العناق يجيد العناق بلا 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 أذرعي بلا أذرعي يا كربلاء اللهم بحق الزهراء اللهم وفقنا بحق الحسين لخدمة الحسين نحن طبعا نيابة عن جميع المشاهدين والمتابعين ملا سمير الواء اللي في دوامة نحن في كربلاء يوميا نزور إلى الناس اللي يوصونا بالدعاء وإن شاء الله وإنت بيتك نحن نزولك نيابة عن جميع الشيعة المرونين نضرب قلوبكم حرة وكل عام أنتم في هذا الوقت في عند الحسين والعباس سلام الله عليه نحن الليلة ليلة رابع شعبان أبو مولد أبو الفضل عباس سلام الله عليه فيا ريت نسمع منك شي ملا لا أبو فاضل أبو فاضل قمر العشيرة أنا أخذنا الواحز وشاركتوا إياك رغم أنه أنا شوية تعبان وفق كل الخير والبركة الله يحبك ويدين بك سلام الله عليك سيدي يا مولا يا قمر العشيرة يا أبو الفضل العباس الله 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 عمديني أنا علمشان هجم وجيش دور لي علمشان علمشان هجم عباس وبشف علمشان إذا هز يهز الغاضرية يا قمرها شمهلة بنت ضارك كربلة يا قمرها شمهلة بنت ضارك كربلة يا منار الغيرة والديرة ضوتها بالمهدي الغالي والراية عليتها من قبل يوم الطف أرواحنا روتها كل كتر بالدنيا أنفاسك شميتها بالمهد آية علة بنت ضارك كربلة يا قمرها شمهلة بنت ضارك كربلة نور الدنيانة يا كوكب من كوكب يا جماله وصافك وشافك يتعجب أنت شمس الباري بنوارك تتحجب أول حجاياتك يا زينب يا زينب يا زينب الله الله هالجمال الشايلة بنت ضارك كربلة يا قمرها شمهلة بنت ضارك كربلة يا ملك وتملك كل عقلي وإحساسي بيك دومة باغة يلبيك رفعة راسي منهجين التالي عباسي عباسي أغلى منك الروحي أغلى كل أحبابي واغلى منك الناسي يلتحل كل مشكلة الله يو الله بنت ضارك كربلة يلتحل كل مشكلة بنت ضارك كربلة الله يو الله بنت ضارك كربلة وإحنا نقول أبي الفضل عباس سلام الله عليه حتى في يوم مولده لم يتقدم على أخيه أبي الفضل على أخيه الحسين سلام الله عليه وهذا طبعا هو ترتيب إلهي الله سبحانه وتعالى كأنه ما ديرت تبني أبطال الطف في أيام مولدهم فبين شعبان ومحرم اتصال لكن إن شاء الله بكرا نحكي البيت هذا اللي كاتبين أما اليوم فأقول شنو أوجه التشابه بين للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر خنشوف شنو أخوي يعني القمر يدركها وتوصل والشمس توصل لكن شو الموضوع الموضوع ما خلقته سماء المدحية وأرضها المبنية طبعا من اجتهاد يعني أسؤل في الموضوع هذا اللسان شاعر قول سألت روحي العزيزة العاشق أهل البيت سألت روحي العزيزة العاشق أهل البيت ليش لو شعت شمس غاب القمر ابتسمت وقالت لي شو چنك غشيم هاي بيها للبشر أجمل عبر تعلم بقرص الشمس شنه معناه تعلم بقرص الشمس شنه معناه هذا وجه حسين بن سيد البشر والبدر هذا يمثل بالوجود غرة العباس بن فارس مظهر لذلك من يشعى الناس وجه حسين يستحى العباس ويغيب القمر يستحى العباس ويغيب القمر الله يحفظك ويديمك ملة ملة شنو اهتمامكم بالمواليد يعني مثل اهتمام بقصيدة المنبر أكيد نفس التبليغ يعني ملاتي تبلغ القصيدة خلقوا من فاضل طينتنا يفضحوا لفرحنا ويحزنوا لحزننا يعني البيت ما خلوا أهمية شيء على شيء مثلا رفاع على الفرح اليوم الولادة يوم عظيم و المفروض قبل شوية تفضلت ملة تامر قلت أنه خدام حسين وهذه الشعراء أنه الأيام أنه لا يتركوها فراغ أنه قاعد مثل عائلته و أصدقائه بالبيت و لا يمكن أن يظهر أكيد أنه لا يمكن أن يظهر ينزلها في الفيديو و ينشرها و عندها قصيدة يسجلها و ينشرها و عندها قصيدة في اليوتيوب و ينشرها لأن هذه أيام أيام الولادة لا تقل شيئا عن أيام الوفيات و أيام العزيات صحيح و نحن تدربين حتى نحن على مدار السنة الحمد لله و شكرا الله يحبكم إن شاء الله الله يحبكم و الله يحبكم نسمع منك بعد قصيدة أو لا؟ تجايبه و عنده أخفف عليك من اختيارك قصيدة طبعا ديش القصيدة كانت الشاعر كرار حسين الكربلائي حبيبكم وين و بسهو منتظرنا عنده بث مباشر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله قصيدة أيضا للشاعر كرار حسين الكربلائي حبيبي قلوبنا شفيع ذنوبنا أبا عبد الله أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا حسين سيدي نظر منكم مشى عليكم محزة الله يعمل نفس من أنفاسك سيدي حبيبي قلوبنا شفيع ذنوبنا أبا عبد الله أبا عبد الله إجيت وجابك الله رحمة للواديهم يهنيال الدليل بهالعشق هايم ترى طبع الخدام عب عند الناس بس انتي تباغصار لك خادم يا عطر أنفاسنا يا تاج براسنا أبا عبد الله أبا عبد الله يا آية وحيرتنا بلغز تفسيرك ما لنسواك وما لنسواك غيرك يا سفرع لقد الكرة الأرضية حتى الماء عرفك يا كلب خيرك حتى الماء عرفك يا كلب خيرك صرت مجنونك دخيل عيونك صرت مجنونك دخيل عيونك أبا عبد الله أبا عبد الله يا خيمتنا تشبيرك الله قلب الوفاة تلمنا يا حسين مثل ولادك بشفي نكيد ضمنه يا أبو السجاد تسرنا إلك خدام أملاك السماء تتمنى تخدمنا عشاك تحروفك أبد ما عوفك عشاك تحروفك أبد ما عوفك أبا عبد الله أبا عبد الله احنا كم عباس عدنا ونفرح بعيدة احنا كم عباس عدنا ونفرح بعيدة هذا تدري كم إمام القبلة بإيدة فرحة وي أمو البنين وشاركتها فرحة وي أمو البنين أو شاركتها وروح شدة من الورد ليكي بعثتها أو شرف لو تربان جدمك قبلتها الشمس تاخذ من ضوى عيونك شفتها ويوسف الصديق شالك حرز بجيدة احنا كم عباس عدنا ونفرح بعيدة بقلب عباس انكتب زينب والحسين وعين للزهرة نذرها والأبو عين واليسار الرايتة والجودة اليمين وكان منها متجد مدر على الدين ودين طاها المصطفى وردد أناشيدة هذا تدري كم إمام القبلة بإيدة بحر لعيالي الحسيني فيه ضعطفة وظل أثر بوسة رقية فوق شفة وعلموالي القمر من النسمة أصفة وكالبرق لمن يمر على العدو خطفة وصاح قانون الوفة والوفة ترديدة هذا تدري كم إمام القبلة بإيدة تدري كم معصوم باس جفوف دينا حسين والسجاد ويحيدر ولينا والعلم رسما طبع بجفوف والعلم رسما طبع بجفوف عينه وحقها زينب لمن تتوش بيمينه وجودة وي جوداً ولد جودة وي جوداً ولد يرفع أغاريدة هذا تدري كم إمام القبلة بإيدة هو بس راع العلم والدنيا حالت وشذبة أن ينولد مثل القمر قالت هذا بأم كرامة من الله نالت واللي شالتها القمر ما مثل شالت وحيدر اختار خصوص وحيدر اختار خصوص الكربة لا يريده هذا تدري كم إمام القبلة بإيده أنت بطف رافع الراية محمد أنت بطف رافع الراية محمد وهذا شخصك صار فوق الشاطئ مشهد البالي رادك بطف وفي الصير معبد ونورك الساق العرش مولاي يصعد يطوف عرش الله وإلهك لطف ويعيده هذا تدري كم إمام القبلة بإيده القبلة بإيده سألت مثل ما يقولون الهوسات عد سمير الوائل لها غير روحية ما يخالف ما زال ختام عدنا أعتقد كم هوسة؟ يمكن فقط خمس دقائق عدنا نتوكل بالله يا الله بلش بهوسة ما ما طلق قصير يلا بلش بهوسة حاشاه القمر عباسي سحسين لو لحظات هوسة هاي كتبتها تقريبا ممكن موجودة 2002 نعتقد يعني في زمن لا نظام حاشاه القمر عباسي روين رو بلمسة عيدك تحيني رايد من شفك يقول كشاخ جبريل غاد وبدل ثيابه كشاخ جبريل غاد وبدل ثيابه وحلق ماطل حسين الصبط جابه طش روحه وريد من وصل ينبابه عم طش روحه وريد من وصل ينبابه وفرحانه واي ابن ميلاده فرحانه واي ويا نبضات قلبه ويا شرايني ويا روحه ونظره اللي جديني مها يا حسين يا حبيبي يا حسين يا نبضات قلبه ويا شرايني ويا عينه ونظره اللي يجديني يا من ذكرك يصاب وحني ويمسيني ونصلي عليك كل صبحه ومسية نصلي عليك كل صبحه ومسية يقول ترفح سين وروحه وخفت لا حزده الله الله ترفح سين ترفح سين روحه روحه وخفت لا حزده وبحيث الورد قام يغار من عنده من عنده بميلاد الكواكب والسمى ما عيده ونجوم الليل اتغني له ونجوم الليل اتغني له ونجوم الليل قلت لهم احبه ولا تلوموني لا تلوموني بطن امي وصيح حسين مجنوني اهلي على العشق تدرون فطموني ولو هذا الحب لو ما ريده لو هذا الحب لو ما ريده لو هذا الحب يقول نزل جبريل وجناحة ينثر نور عالكونيين خبر من العرش حاميل يبلغ سادة الطيبين المحمد صاح الموليد الله يقول سميه حسين والهادي سماها حسين والهادي سماها حسين والهادي يبو اليمة يبو اليمة يبو اليمة فطرس أنا جئت وجنحي يصفق شوق فطرس أنا جئت وجنحي يصفق شوق عشقت حسين وانا صبحت بي معشوق بحسين الشفاعة لوق والله لوق بحسين الشفاعة لوق والله تلوق حاش الله ورد لي أجناحي حاش الله ورد لي أجناحي حاش الله معشقاد عندنا وقت عندنا وقت يبو اليمة تضل الموت عنواني وذكريك بالقلوب لو قطعه وإلساني يا ديني وصلاياتي وصومي ويماني يا ديني أو صلاتي وصوموي ما أنيها وبغيرك ما أعرف ديني وبغيرك ما أعرف ديني وبغيرك وبغيرك ما أعرف ديني شفت كل شي أنا بدني تنفذ ظل من شباتش يتنفذ ظل من شباتش طبعا هالهوسة يعني الله يحبك إليك مو إليك خبر الله يحبك يقول تلولي تلول يوم البنين وحارت بأمر تصد عبايا يشعين عينه منزع الحمر نعم بيوم ذكرت زينب الحرها وبزينب قامت لولي يلا وبزينب قامت لولي وبزينب قامت لولي الزهرة تقول أنا ديكم وسمعوني أنا أم الحسن وحسين وإنتم قرة عيوني الزهرة تقول أنا ديكم وسمعوني يا شيعة من المؤمنين أنا أم الحسن وحسين ولدي أو قرة عيوني كرام الوقفة معباس كل إحنا نصيح يا أم البنين يا أم باب الحوائج الليل يدركين مولاتي كرام الوقفة معباس شتريت الزهراء كرام الوقفة معباس أم عباس سموني وإحنا معباس نسميها وإحنا معباس بيترفين عندك أبو ذين حتى نختم بي إن شاء الله وإحنا معباس نسميها يقول والنجاب سفين حسين حب والنجاب 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 وإن شاء الله وإن شاء الله إنك القضية أسئلة وأجوبة مسابقات وبها إن شاء الله جوائز والأرقام إن شاء الله تطلع لكم أسفل الشاشة وإحنا حاليا اللي علينا قدمناه لكم وهذا قليل نسأل الله بحق الزهراء أن يتقبل مننا ومنكم تقبل وتحياتي أنا ثامر العارضي وتحيات خادم الحسين ملسامير الوائي لكم يا شاعة تامير المؤمنين إن شاء الله أنتقل ليلة فاصل وبعدها ترجعون ويا زميلي إن شاء الله الحبيب محمد التقي ثمال له ونتظرون باشر شكرا لك أبدا ترجمة نانسي قنقر يا شعبان يا شعبان اشترسوا بصورة اشترسوا بصورة حرم الإمام الحسين وأخيها بالفضل عباس تؤدون التحية والسلام وكذلك تشاركوننا بأجواء المسابقات أجواء الود والألفة والتقارب أسئلة منوعة وخليط جميل إن شاء الله ينال إعجابكم والهدف من طرق هذه الأسئلة أو هذه المسابقات هو لنشر رسالة جميلة رسالة المعلومة الهادفة المعلومة الصحيحة أكيد مثل ما نوهت أرقام الهواتف ظاهرة أسفل الشاشة راح نروح ببعض الأجواء الجميلة مع زميننا سجاد الباوي ونعود مرة أخرى لاستقبال اتصالاتكم وسماع أصواتكم الجميلة ونحن ننطلق بعدسات بثنا الحي من منطقة ما بين الحرمين فاصل ونواصل كونوا معنا أكيد أجواء الابتسامة لا تفارق كوادمنا إن شاء الله ولا جميع الموالين بهذه الأيام العطرة المباركة ندعوكم لزيارة الإمام الحسين وأخي أبي الفضل عباس والسلام عليهما بهذا البث الحي هذه الكاميرات المنتشرة هؤلاء الرجال الذين يعملون بجد على نقل هذه الأجواء لحضراتكم وأكيد مثل ما نوهت فقرة الاتصالات ستبدأ مع حضراتكم بالأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وأعتقد عندنا مجموعة من الاتصالات ونبدأ مع أبو علي من البصرة أعتقد حياكم والله يا أبو علي متباركين إن شاء الله إن شاء الله من الثابتين على الولاية الجميع إن شاء الله تلعب أحسنتم أحسنتم أولادة قمر بني هاشم من إمام العباس سلام الله عليك سلام الله عليك سلام عليك على الوقت يعني ما يمتل في الفاز اليوم أنت رسلت عليهم على الوقت يعني مو بالبيت طالح أها ما شاء الله حياك الله أبو علي حتى نكون بهذه الأجواء الجميلة أنت الآن صودك ينطلق من بين الحرمين الشريفين أنت الآن تزور الإمام الحسين عليه السلام شون تحيون هاي الأجواء بمنازلكم أجواء شئار شعبان والله صراح بغاية المناسبات يعني ولو شوير بعد حتمت علينا نعم لا بد أن نبادر نحتفل بالبيت أبو علي إن شاء الله أحسنتم أحسنتم أكيد إن شاء الله جميل أبو علي حتى ما نطول عليك ولا نطول على المشاهدين اللي أحب وناخذ أكبر عدد من الاتصالات السؤال المخصص إليك يقول سورة في القرآن الكريم يطلق عليها سنام القرآن العراف البقرة التوبة العداد يشتغل سورة في القرآن الكريم يطلق عليها سنام القرآن الأعراف البقرة أم التوبة خير الأمور دائما أبو علي البقرة إن شاء الله البقرة ثبت على الإجابة لا إن شاء الله خلينا نشوف الكونترو شي يقولون الشباب ألف مبروك إليك يا أبو علي أكيد الإجابة صحيحة ودخلت ويانا قرعة الحلقة لهذا اليوم نعم إجابتك صحيحة أبو علي حياكم الله شكراً لك ولاتصالك ومشاركتك حياكم الله شكراً لك يا أبو علي وإجابتك صحيحة وإن شاء الله ستدخل ويانا بحلقة هذه الأسبوع وقرعة هذا الأسبوع بالتحديد أم رضا من البصرة حياكم الله يا أم رضا أهلو سلام عليكم وعليكم السلام حياكم الله وتباركين إن شاء الله أم رضا أنتم والآن صوتكم ينطلق من بين الحرمين تقدرون نسلمون على إمام الحسين وأخيها بالفضل عباس لكن بسرعة قليلاً حتى نعطي مساحة أكبر للمتصلين إن شاء الله أحسنتم فضلوا السلام عليك السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبداً ما وقيت وبقي الليل والنهار يجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا قمر بني هاشم أبفضل العباس رحمة الله وبركاته أحسنتم أحسنتم موافقين إن شاء الله يا أم رضا شكراً جزيلاً شكراً لكم على هذه الزيارة وأنتم الآن تحيون أجواء شهر شعبان السؤال المخصص اللي تفي قول البسيط هو بحر من بحور الشعر فراغ الأجنبي العربي أم الفارسي العداد يعمل البسيط هو بحر من بحور الشعر فراغ الأجنبي العربي أم الفارسي اش تختارين البسيط 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 يعني الصوت ضعيف هو بحر من بحور الشعر فراغ العداد رح يخلص الأجنبي العربي أم الفارسي أيضاً خير الأمور العربي 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 موافقين إن شاء الله أكيد الإجابة صحيحة شكراً جزيلاً شكراً لك وليتصالك ومشاركتك ودخلتي ويانا قرعة الحلقة يا أم رضا وأكيد الهدف من هذه الأسئلة وهذه الأطرقات أو الطرح اللي انطرحها لحضراتكم هو لنشر معلومة جميلة لتثبيت هذه المعلومة ليس هو الهدف للفوز أو أن يكون الشخص هو الفائز الذي أجاب بشكل صحيح لكن أهم شيء عندنا اليوم نشر المعلومة القيمة لحضراتكم أبو علي من ذيقار حياك الله يا أبو علي السلام عليكم وعليكم السلام حياك يا أبو علي وأنتم بألف خير إن شاء الله متباركين إن شاء الله ثابتين على ولاية الإمام المهدي حياكم يا أبو علي أبو علي شون تحيون لأجواء ذيقار بمنازلكم الحمد لله حيتوا أجواء شعبان زرتوا أديتوا أعمال شهر شعبان من منازلكم أعتقد أن الصوت وي أبو علي مواضح أبو علي تسمعني إذن أعتقد أن قطع الاتصال للأسف من أبو علي شكراً إليك يا أبو علي أتمنى أتعاود الاتصال بنا مرة ثانية حتى تكون ويانا بأجواء هذه الحلقة حسين من بابل حياك الله يا حسين كل عام من تبقير وعليكم السلام حياك نصي للتلفزيون حسين حياك أبو حسين نصي للتلفزيون أبو حسين حياك حياك أبو حسين سألفلي على الأجواء المنزلية بالاحتفال بشهر شعبان شون احتفلتوا بالبيض أديتوا الأعمال أديتوا أعمال شهر شعبان الكثير من الأعمال في هذا الشهر المبارك لذا ندعوكم وندعو جميع المشاهدين الأحبة لتأدية هذه الأعمال والفقرة الخاصة بالمسابقات والسؤال المخصص إليك يقول البتر يطلق على المولود فراغ الأول أم الثاني أم الثالث عداد يعمل الأول الأول متأكد من الإجابة؟ لا متأكد نعم سامح المعلومة له لعشوائي لا نعرف أكيد إذن خلي نشوف سجاد والإجابة صحيحة ألف مبروك إليك يا أبو حسين ودخلت وإيانا قرعة هذه الحلقة أبو حسين من بابلو أكيد نستمر باستقبال باقي الاتصالات والمشاركات وأعتقد عندنا اتصال آخر من أم نور حياكم الله يا أم نور انقطع الاتصال للأسف نتمنى تعودين الاتصال بينا مرة ثانية وجميع من يشاهدنا اليوم أنتم مشتركين إن شاء الله معنا في هذه الحلقة اتصال آخر حياكم الله ألو السلام عليكم وعليكم السلام حياكم الله وأنتم بألف خير إن شاء الله أحسنتم منه يانا وياك نورس من الكود أخويا حياة شاء الله يا نورس نورس أكيد راح نبدأ بأجواء شهر شعبان المبارك شون تحيون هذه الأجواء بالبيت أكيد نحيها أول شيء بالدعاء للجميع العراقيين وتعدي الفرج مولاي صاحب الزمان موفقين والجميع إن شاء الله الصيام أكيد أعمال كثيرة لابد أن نحييها في هذه الأيام المباركة حتى ما نطول عليك وروح للأسئلة أو عندك مشاركة عندي مشاركة أكيد نسمح هذه المشاركة هزوجة طبعا للشاعر يمكن للشاعر ملة ثامر العارضي أحسنتم زميننا العزيز ملة ثامر أحسنتم صحياتنا إلي نعم تفضل يقول رادي يهوس العباس والطفة تحميداني وذب الهوسة من سيفة ويدبت فوق عدواني الله أحسنتم وزينة سمعة الهوسة وصاحة قعد مولاني الله أحسنتم الله أحسنتم أحسنتم موفقين إن شاء الله وإلى فقرة المسابقات والسؤال المخصص إليتي يقول ما معنى لفظة الزمهرير المذكورة بالقرآن الكريم الحر الشديد الجو المعتدل البرد الشديد لفظة الزمهرير شنو تعني؟ الزمهرير؟ الزمهرير الحر الشديد الجو المعتدل البرد الشديد العدات يعمل نقول يعني الجواب الأول الجواب الأول الثبتين على الإجابة؟ نثبت ونشوف الله كعيد يعني ما سامع المعلومة؟ لا لماذا؟ للأسف الإجابة مدقيقة شكراً إليتيانو ورسول إتصالك مشاركتك أكيد المشاركة هي الأهم إن شاء الله راح تكونون من ضمن الزائري للإمام الحسين وأخيها بالفضل عباس بالفقرة المخصصة للزيارة ووضع أسماءكم في حرم الإمام الحسين عليه السلام هذه الأسماء الجميلة إن شاء الله لتكونوا من زوار الإمام الحسين عليه السلام عندنا إتصال آخر أحمد من كربلا حياكم الله يا أحمد وعليكم السلام حياك يا أحمد كل عام منتب خير إن شاء الله من الثابتين على الولاية سنتم أحمد متعودين بكربلا نحن بكل يعني شهر شعبان نحي شهر شعبان بين الحرمين بحرم الإمام الحسين لكن للظرف العام اليوم ظرف السفنائي شون حيته هذه الأجواء في كربلا رحي أنا أحمد أننا نحن ندعم في الدعم بالحجر الشعب إن شاء الله حياكم أكيد تحية توجه لجميع عبطاننا بالقوات الأمنية والحجر الشعب اليوم الكل يعمل على حماية الزوار وحماية أهالي المدينة وحماية العراق بكل طوافة حتى نروح وياك بالأجواء المباركة أجواء المسابقات والسؤال المخصص إليك يقول ما هو الاسم القديم لبائع الأقمشة والحرير ما هو الاسم القديم لبائع الأقمشة والحرير العداد يشتغل عندك وقت شينسميه بائع الأقمشة والحرير مساعدة نعم السؤال ما يتحمل مساعدة وهو سهل جدا نعم حرك معلوماتك هيا أحمد الوقت يمر بائع الأقمشة والحرير سجاد يقول البزاز انت ش تقول نعم 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 من الإمام الحسين وبالفضل العباس يأتي هاي الأمراض من العراق ويقوم المرضى بالسلام نعم 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 سمعت سمعته لاختيار عشوائي سمعته أكيد ألف مبروك إليتش الإجابة صحيحة نعم نعم أحسنتم شكرا شكرا جزيلا وتحية لجميع الزملاء شكرا ألهم ومشاركتك وأكيد التواضع هو تاج المروءة أعتقد آخر اتصال ويانا من آية من الدجيل حياكم الله يا آية كل عام أنتم بخير وأنتم بألف خير صحة وسلام إن شاء الله تبات على الولاية أمت محمد إن شاء الله بهاي الولادة أحسنتم موفقين إن شاء الله أحسنتم آية السؤال المخصص إليش يقول مبنى يستخدم لتسوية الخبز ماذا يسمى هذا المبنى؟ عداد يشتغل مبنى مبنى يستخدم لتسوية الخبز ماذا يسمى؟ عداد يعمل ماذا تقولين؟ هو حديد أكو عندنا ونقدر يمبني مرات بالطين يمبني إذن الإجابة؟ العداد يعمل سؤال سهل إذن؟ الوقت يمر المبنى لتسوية الخبز أعتقد راح يخلص الوقت؟ ماذا عدد؟ يعني سهل جداً آية مثلت من طين أو من حديد؟ السجاد يقولين الخبزون؟ بالتنور التنور أكيد ألف مبروك لتش الإجابة صحيحة وأكيد دخلت وإيانا قرأة الحلقة شكراً لتشوريت صالت ومشاركتك أكيد هذه تحية لجميع المشاهدين الأحبة من يتابعونا أكيد اليوم نشر الإبتسامة نشر الفرحة بهذه الأسئلة هناك الكثير والكثير من الأسئلة المنوعة لكن نختار دائماً لكم الأسئلة التي تدخل الطمئنين على عوائلنا العراقية وأكيد تنشر الفرحة بهذه الأجواء الصعبة قليلة إن شاء الله تزاح هذه الأجواء الصعبة ونعود لزيارة الإمام الحسين وأخيها بالفضل عباس إذن خلونا نروح بفاصل قصير ونعود مرة أخرى لمشاهدة من هو الفائز في حلقة هذا اليوم إن شاء الله لكل فائزين فاصل ونواصل كونوا معنا ترجمة نانسي قنقر